بعد كده بنترجع تاني للتلات انواع من اللوائح التنفيذية اللي بتصدر بواسطة مين يا شباب يعني انا كده عندي تلات انواع من التشريعات كويس وجوه كل نوع من الاستثناء على الاصل ايه الاستثناء ان رئيس الجمهورية هو اللي بيتم اصدار القوانين بمعرفته دون الرجوع لمجلس الشعب وعرفنا شروطهم كويس النوع التالت اللي هو سابورتونيت جوه تلات انواع تعالوا بقى نشوف ايه التلات حلوقة بيقولي الجملة دي مش مفهومة قوي بس هو اللي احنا نقدر نستنتجه من الجملة دي ان هو نفس التعريف اللي موجود فين في السابورتونيت اول ما عرفناها قلنا ريجوليشنز اشوه باي دي اجزيكتف اثورتي كويس اه باي دي اجزيكتف اثورتي اعبان دي لجيشن اكسيبريست ان ذا لو ميت باي دي لجيسليتف اثورتي يعني ايه الكلام ده يعني مسلا مجلس الشعب عايز يعمل اه مسلا اسكان لمحدود الداخل يبدأ يطلع قانون لوزارة الاسكان وبعد كده في الاخر خالص يحط مادة ويقولك وعلى السلطة التنفيذية وضع الاجراءات التنفيذية لهذا المشروع او لهذا القانون هذا القانون بعد بقى اعتماده من رئيس الجمهورية بيروح لمين للسلطة التنفيذية اللي هي مين وزارة الاسكان وزارة الاسكان تبدأ تحط الاجراءات او اللوائح التنظيمية اللي هي عشان تنفيذ هذا المشروع يعني ايه بقى عايزين نفهم اكتر احنا عارفين ان كل مواطن مصري بيتم ستاشر سنة لازم يستخرج بطاقة رقم قومي او بطاقة شخصية القانون ده صادر من مجلس الشعب ولكن في الاخر قالك على السلطة التنفيذية اللي هي متمثلة في مين في الاحوال المدنية اللي هي تابعة لوزارة الداخلية اللي هي سلطة التنفيذية وضع الاجراءات لتنفيذ هذا القانون فنروح بقى انا عايز استخرج بطاقة نروح الاحوال المدنيا لان انا لازم استري استمارة مش عارف بتلاتين جنيه لازم اتصور صور خلفية بيضا مش عارف اربعة في ستة ولا اربعة في اربعة ولازم يتم ختم الورق ده من الجهة اللي انا تابع بيليها سواء مدرسة او كلية او 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 يبقى بالتالي ايه اللي حصل مجلس الشعب طلع قانون وفوض السلطة التنفيذية لوضع عاليات هذا التنفيذ او اجراءات تنفيذ هذا القانون يبقى انا متهيق لي ان اول نوع ده التعريف الاسهل ليه هو التعريف الموجود في اول سلايد في النوع نفسه نكرره تاني يعني هذه اللوايح التنظيمية او اللوايح التشريعية لتصدر من السلطة التنفيذية بناء على قانون بناء على تفويد صادر لها في قانون صادر من السلطة التشريعية يعني ايه تكرم ده يعني اللوايح التنظيمية اللي بتاحكم منفع معينة زي ايه بقى يا شباب زي مثلا ان يقول لك السكر نقص تبدأ الدولة تحط او تنزل سكر مدعم بس ده مش محتاج يعني مش محتاج اي تفويد في القانون تالت نوع عندي يعني ايه الكلام ده يا شباب يعني قرارات بتتغيزها الحكومة او الدولة لحماية المجتمع باكمل زي ايه زي القرارات اللي احنا عاديين فيها بسبب الكورونا ان الحكومة عشان تمنع انتشار الوباء عمل قانون الطوارئ طبقت قانون الطوارئ وعملت حظر التجاول والتادي تفرط غربات على اللي يخالف تنظيم او لوائح تنظيمية عدفها انها ايه بتطلع بقى من اي وزارة سواء بمعرفة رئيس الجمهورية زي ما حصل مع التعاون مع اي وزارة داخلية اخرى زي وزارة الصحة لقوا ان حل عشان عدم انتشار هذا الوباء ان هما يعادوا الناس في البيت فده النوع التالت من السابورتينيات ليجيستيشنز همتكلم بقى دلوقتي على الكاستمز اللي هو العرف وعشان نبقى عارفين دايما يعني لو ركزنا شوية في الفورمال سورسز ولعناها في التدريب ولعناها بالتدريج والعلم حضرتك في مادة في المادة الاولى من القانون المدني بتقول عند عرض اي منازع على القاضي انه يبحث في التشريعات اذا لم يجد التشريع الذي يطبقه على هذه المنازعة يبدأ يبحث في العرف ومن بعده الشريع الاسلامية ومن بعده تطبيق مبادئ القانون وقواعد العدالة فانت لو فكرت شوية مع نفسك هتقول ايه ده بقى العرف يأتي في المرتبة الاولى في المرتبة التانية سوري قبل اه احكام الشريع الاسلامية انا اقول لك اه طبعا يأتي في المرتبة التانية وممكن يأتي في المرتبة الاولى مع العلم ان عدل الالتزام لتطبيق العرف مع لهوش عقوبة ولكن العرف من صنع الانسان قواعد غير مكتوبة كويس فبالتالي دايما الانسان او الناس بتلتزم بها لانها بتحس ان هم اللي صنعوها وبالتالي هي مناسبة لظروفهم وحياتهم نبدأ بقى نعرف العرف كده في تعارفين شوف الاسهل لك وابدأ احفظه قانون غير مكتوب طالع من المجتمع من خلال التعاملات والمعاملات اليومية مع الانسان ما بين الافراد وهذا العرف او القانون الغير مكتوب انتشر على انحاء البلد تماما والناس بتحس انها لازم تبقى ملتزمة ما بيه في جميع التعاملات it contains التعريف التاني it contains the unwritten rules which people have found suitable to their circumference of their life and it is generally obeyed by individuals and believed to be obligatory يعني قواعد القانون الغير مكتوبة وان الناس حست ان هو مناسب لظروفة بالتالي هو عامل الناس ابتدت تبقى ملتزمة وليه هي معلومات عامة طبعا انا اهم حاجة بالنسبة لي هو التعريفة ايه بقى المعلومات العامة اللي انا عايزك تعرفها المميزات والعيوب بتاعت العرف بيقول لي it is better adopted to the national feeling than legislation which is manufactured اني دايما ان العرف ده مناسب للشعور القومي او مناسب للعادات والتقاليد على عكس التشريعات اللي احنا بنستحق بس في نفس الوقت the customs are sometimes secure and not easily accessible يعني العرف ده ساعات في بعض احيان كتيرة بيبقى غامض ومش سهل ان احنا نفهمه او نطبعه زي مثلا لو رحنا السعيد هنلاقي اعرف كتير قوي احنا ما نعرفش عنها حاجة خالص also they may not change quickly in the accordance with the sudden and right quick changes of the society يعني العرف ما بيتطورش بسرعة ويبقى مناسب للتطور الزمني اللي احنا بنعيشه على عكس طبعا التشريع التشريعات بتبقى متطورة اكتر ده المزايا والعيوب بتاعت العرف شكرا ولو في اي حاجة مش مفهومة هادتها تبعاتلي ونوضحها تاني اكتر واكيد انتم معاكم امرت التليفون